اتقى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لدى وصول سموه إلى مطار شرم الشيخ مع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وخلال اللقاء أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على ما توله مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية من اهتمام بتعزيز علاقاتهم المتميزة التي تتسم في شتى محطاتها بالتنسيق المستمر ووحدة الموقف في ظل ما تلقاه من دعم ورعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية ونوه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بمكانة المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا ودورهما الريادي في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية وحرصهما على تقوية العلاقات مع مملكة البحرين في شتى المجالات متمنيا للمملكة العربية السعودية المزيدة من التقدم والرخاء